السيد الحلبوسي لماذا يعشق دائما اللعب في مناطق يكثر فيها جدل من شعلان الكريم إلى محمود المشهداني والآن يظهر اسم جدلي آخر اللي هو زياد الجنابي هل الجدل الذي يلعب به السيد الحلبوسي يكشف له عن النقاب؟ بما لا يقبل شك هذه واحدة من الأدوات التي تمكن فيها هي المناورة السياسية كشف من يستمر معه في العمل السياسي لكن بقضية رئيس مجلس النواب أنا بتصوري هناك فلسفة لدى السيد محمد الحلبوسي تكمن من أن يحاول أن يثبت بأن منصب رئيس البرلمان هو خاص لتقدم ومن يمتلك قرار من يتسلم المنصب هو السيد محمد الحلبوسي ولذلك ناور في كثير من الملفات يعني فيه شخص الشيخ شعلان الكريم أيضا فيه قضية دعم دكتور محمود المشهداني ومن ثم التخلي عن ذلك الذهاب نحو النائب زياد الجنابي كما بعد تعديل المادة 12 من النظام الداخلي لذلك هو يريد أن يثبت قوته السياسية من يأتي أو من لا يأتي الأهم هو يريد أن يثبت لخصومه من السنة أولا وأيضا خصومه من الشيعة من أن هذا الموضوع لن يمر إلا عبر بوابة السيد الحلبوسي مع ذلك أنا أتصور من أن قضية كشف الخصوم وكشف الموالين واحدة من الستراتيجيات التي يعمل عليها طبعا بالإضافة إلى قضية التعطيل يعني إلى الآن القضية معطلة يعني في الوقت الذي يعطل فيه الحلبوسي أيضا السيادة تعطل تمتلك أدوات ولذلك الصراع يعني يبدو زعاماتيا غير مرتبط بالمؤسسات في بعض الأحيان غير مرتبط بحقوق المكونات يا وين المؤسسات حتى يرتبط بها يا دكتور يا وين المؤسسات التي حتى يرتبط بها غيبوها غيبتها المعادلات السياسية غيبت المؤسسات مؤسسات الدولة ولذلك الآن نحن نتحدث عن زعامات لا أكثر يعني اشتركوا في القناة